أعلنت وزيرة الخسانة الأمريكية جونيت ييلين بأن العقوبات الجديدة ستكون بمثابة ضربة لطرق الإمداد المتبقية للكريملين بالنسبة للمعدات والمكونات العسكرية وبالتالي فإن المؤسسات المالية الأجنبية تواجه عقوبات بسبب استمرار المعاملات المتعلقة بالمجمع العسكري الصناعي الروسي ومن بينها سبيربانك وبانك VTB وفروعهم الأجنبية لا سيما بالصين وتركيا إن الاقتصاد العسكري الروسي معزول بشدة عن النظام المالي الدولي ونتيجة لذلك فإن الجيش الروسي في حاجة ماسة إلى الوصول إلى العالم الخارجي ونحن نضاعف العقوبات التي تواجهها المؤسسات المالية التي تتعامل مع اقتصاد الحرب الروسي ونحد من طرق الهروب فضلا عن تقليل قدرة روسيا على الاستفادة من الوصول إلى التكنولوجيا والمعدات والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات الأجنبية إدارة بايدن حذرت توريد الرقائق إلى روسيا والتي على الرغم من عدم إنتاجها في الولايات المتحدة إلا أنها تستخدم التكنولوجيا الأمريكية خاصة المتطلبات الجديدة لتراخيص التصدير للمصنعي أو بائعي الرقائق الذين يتعاونون مع الشركات الروسية ومعظم هؤلاء الوسطاء هم في الصين ووفقا لبلومبرغ فقد استوردت روسيا في العام الماضي ما قيمته أكثر من مليار دولار من الرقائق الحديثة والذي يمكن استخدامها في صناعة الصواريخ والأسلحة الأخرى وتشمل قائمة عقوبات واشنطن ثماني شركات من هونغ كونغ مرتبطة بتوريد الرقائق إلى روسيا وبحسب صحيفة فينانشل تايمز فقد قامت واشنطن بتوسيع برنامج العقوبات الاقتصادية الثانوية بأربعة أضعاف توجد حاليا ألف ومئتين شركة روسية خاضعة للقوبات تريد واشنطن زيادة قائمة هذه الشركات الكبيرة والصغيرة إلى أربعة أضعاف تقريبا ومن خلال هذه العقوبات الثانوية فإنها تأمر حرفيا جميع المؤسسات المالية والبنوك بشكل أساسي للنظر في المعاملات مع هذه المؤسسات كما هو الحال مع المجمع الصناعي العسكري الروسي وبالتالي تريد الولايات المتحدة الوصول إلى تلك البنوك الصغيرة على سبيل المثال في الصين أو تركيا والتي لا تعمل بشكل مباشر مع الولايات المتحدة وفقا لواشنطن فإن فرض العقوبات الثانوية في ديسمبر من العام الماضي قد آت بثماره حيث أصبحت البنوك الرائدة في الصين والمؤسسات المالية في تركيا والإمارات العربية المتحدة وكازغستان أكثر انتقائية بسبب العملاء الروس ويطالبون بدليل على أن المنتجات لن تصل إلى الشركات الخاضعة للعقوبات ويؤخرون المدفوعات لأسابيع أو حتى أشهر وغالبا ما يتم رفضهم تماما والآن يتوقع البيت الأبيض أن يرسل زعماء مجموعة السابع تحذيرا إلى البنوك الصينية المتوسطة والصغيرة التي تساعد روسيا في التحايل على العقوبات ألادو كريستينا دامبروفسكا قناة يوتيفي عربية